اشتركوا في القناة 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 فلفل أسود هذا فقط فلفل أسود لا تجعل أي شيء زائد هنا سيكون لديك القطع هذا القطع الذي تكون بالنصف طبعاً سيكون لديه الذي سأقوم بها فأرجع مرة ثانية أجعل ملح على الجهة الثانية أملح الجهة الثانية من نفس الموضوع إذا تريد مساعدة موجود شيف ممنون ممنون ماذا تجلب لك زيتون؟ صدق؟ لا لا طبعاً المشاهدين سوف تستفادون كل شيء من الأشياء لا تنسوا أن الطبخ الذكي البسيط السهل وأيضاً السري هذا أهم شيء هنا فلفل أسود لا تخلي على اللحم يضطط فالطراوة ليس فقط نكهة لا لا تتراوى أيضاً لللحم الفلفل الأسود وأيضاً الملح نتملحها قبل الشسم جيد شيف أنا راح أرجع للأخوة المشاهدين حتى أذكرهم بالسؤال مثل ما عودناكم بالجزء الأول من برنامج محلتنا دائماً يكون عندنا سؤال مستنبط من أحد المسلسلات التي تنعرض على قناة اليو تي في الفضائية سؤالنا لليوم يقول مشاهدينا هو من عالم الستوهيبة ماذا سيطلب حمادي من صبحي لقرع؟ إذن من مسلسل عالم الستوهيبة ماذا سيطلب حمادي من صبحي لقرع؟ يعني شخصية اسمها حمادي سيطلب شيء من صبحي لقرع ما سيطلب من عنده؟ أكيد ستعرفون من التابعون عالم الستوهيبة اليوم وأكيد ستجاوبون والسحبة سنسويها اليوم بساعة داعش بالليل بالجزء الثاني من برنامج محلتنا ولا تنسون الهدايا والجوائس كل شيء هواية بالبرنامج طيب بس لا أعطس في الأسود كل جديد تعال هنا كل شي أسود نأخذ القطع للضوع وبعدين شي سوي هنا؟ أمسحها باللي أنا مسوي هنا اللي هو شنو؟ اللي هو القطع اللي قلت لكم عليه هذا الموضوع يكون مهم جدا أكو نوع من اللحم شي صير؟ أنا أقول لك كنوع من اللحم يصير بي نسبة عالية جدا من الدهن الووكيو لا ما يصير حتى غالي سيزا سامع بي لو ما سامع بي شنو هو بي؟ الووكيو ها؟ الووكيو اي هذا شنو هذا؟ هذا يقول لك البقرة يسوي لها مساج اه صح سامع بيها يسوي لها مساج يدلعوها اه يدلعوها كلش دلال يدللوها فالدلال إلا خرافي هذا الووكيو اليوم سنسوي الاضضوع بطريقة الوكيو راح اسوي لك مساج وراح ادلعك اخر دلع يا برنس لعد بس بابابابا اخلي هنان هذا هذا شنو هذا؟ هذا هو من اللحم اللي هو شنو اللية الدهن شوية مو كل اللية يعني الدهن الذي يكون موجود من الضلوع كله اجي امسحها وين؟ امسحها بهذا الشكل اغلف الضلوع بهذا الطريقة هذي كنت لكم اليوم طريقة ذكية وجميلة حتى لا يطلع عندك شنو اللحم ناشف اذا واحد راح يطلع شنو عندك ناشف هايطلع ناشف بس اذا سوينا هذي الطريقة ما راح يطلع ناشف راح يطلع شنو مساج 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 طبعا غير انه الطبخ الطبخ البسيط اه عيني خلينا واحدة فوق الثاني مو قلت لك اساعدك لا عين لا تساعد نساعد خلص نحن باديش باديش عيوني انت بس تروح تجيب الشسمة الزيتون طبعا هنا مثل ما تشوفون راح يكون اليوم طبخة ثانية جانبية راح اجي اضيفها وهي طبعا الصلط الصلط هذا راح يكون عبارة عن خس هاي قطعة باقي شوف شوف شون قطعة هاي اي شون قطعة هاي اي تمسحها بهذا الشكل تمسحها بالدهن بهذا الشكل زين وتاخذ الزيت من عنده بهذا الشكل هاته تمسحها بهذا الشكل لحد ما يصبح عندك شنو امتبل على الاخير اخر حبه للي تحبه نجي اي نفس الموضوع ايضا ادهنها بهذا الشكل هذي نفس الطريقة احنا هذي التكنيك موجود اللي هو تكنيك اضافة الزبدة او اضافة الدهن لكن انا شوية غيرت خليت المونة مات اللحم نفسها اللي هي اللي تكون موجودة بالضوع يعني منذب الشيء ابدا وخليت شوية من نغمة اللي هي نغمة اللي هي نغمة الليمون وشوية الحباشكلات البسيطة الله 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 نقول لها باي باي ها طبعا شويني يعني شويني شويني اغاتي شويني طبعا كيد رح اقدموها صلصة هذه الصلصة درجة حرارة تكون تقريبا المية وخمسة وثمانين الوقت تقريبا ثلاثين دقيقة الى خمسة وثلاثين دقيقة لعدكم قعم كلش طيب لعد شيف احنا رح ناخذ اتصال ونرجع لك مرة ثانية هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانتو بألف خير رمضان كريم أجمعين يا رب منو يانا الله يحفظك حسين أحسين من بغداد يا أهل بحسين وبأهالي بغداد كلهم من أين بغداد حسين؟ هلو من المدينة من المدينة يا أهل ومرحبا بك وأهل المدينة كل الأهل بك أنا أحسين ماذا نحضرين اليوم للفطور يا أحسين؟ والله أنا أحسر حداما بعد أن أشتغل لا أعلم ما تشتغل حسين؟ ماذا تشتغل؟ أعدي معاملة من محل مان حريب إن شاء الله الله يوفقك يا الله بالموفقية إن شاء الله هل لديك إلمان بالطبخ حسين؟ هل لديك علاقة بالطبخ؟ هل تحب الطبخ؟ أحب الطبخ ماذا تحب تطبخ دائما؟ أحب بس البرياني أعطبخ برياني أحب برياني والله زين ووحد لا أعدي لديك أعطبخ بشيء عافية أعيشت عيدك هيا هل نبدأ؟ هيا لنبدأ اختار لي من 1 إلى 24 من 1 إلى 24 رقم 1 رقم 1 رقم 1 هيا دعنا نرى الرقم 1 السؤال مال تاشنو حسين شون كوية الفيتامينات والبروتينات غاز البصل أحسن فيتامين غاز البصل أحسن فيتامين بالعالم ممكن تلبسني مناظر الله يخليك لأنه أحسن فيتامين عيوني دمعة تاني ونزل يلا يا حسين يلا السؤال يقول أي من العادات التالية يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتحسين الصحة العقلية أولا التدخين للتخفيف من الضغط أم النوم لساعات قليلة للحصول على المزيد من الوقت أم ممارسة التأمل بانتظام التأمل بانتظام التأمل بانتظام إجابة صحيحة يا حسن شون عرفت ما تقول لي شون عرفت شون عرفت التأمل بانتظام يعني تنظم نمسك شوية عافية 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 يلا يا حسين الصندوق رقم واحد ما تتوقع بي قبل لا فتحة والله ما أعلم عد الله يلا إن شاء الله يا رفت شيء شبير يكون بمئتين وخمسين ألف دينار ألف مبروك يا حسين جتك وخمسين ألف دينار حلالاً بلالاً ألف ألف مبروك ألف عافية ألف عافية ألف عافية لأن أي شيء تربح من محلتنا سننزل هناك ببلاش تمام؟ آه بالله أعطي شكراً جزيلاً وبالموفقية إن شاء الله تجيني ها؟ تجيني لو ما تجيني؟ أجيك؟ صدوك شذب يعني لا أشياء قوياك يلا شو تريت؟ أنا جاهز ما تجيني؟ تقول لك أنه أنت تترم البصل يلا ثرامتك هنا أنت غير شيء للثرم زيتون مثلاً؟ تشوف القشر مثل الليمون الحامض هم تخليه إياه؟ هذا سوف أجعله إياه البصل حتى أحمسهم كلهم سوية وفي التدخيل والطعم سوف يحدث نكية الليمون الحامض يجب أن تكون موجودة في هذه الطبخة إخوة أماني كاتبكم عيني يجب أن تضلع وخلص يعني لا طبعاً أضلع الليمون يا أبي الآن بالبداية سأبدأ أحمس البصل مع الليمون؟ مع شرائح الليمون هاي لحد ما أنه يتغير شكل مالته سأأخذ شوية النشا مع شوية البهارات نفسها التي اشتغلتها على الضلوع بالبداية اللي ضفتها طبعاً هنا شوية نشعيني زينيابة شوية موكلة شوية نأخذ عصير الليمون حامض ممكن نضيف أيضاً فريش الليمون حامض طبعاً نأخذ حبة وتعصرها بهذا الشكل أنا شاك أنا شاك النوة سالة لعابي وقعت اثنين شفتتش هاي الرابعة هاي الخامسة هاي السادسة ما شاء الله ما شاء الله ما تروسة واحدة طفرة هنا ما تروسة ما تروسة نوع عيني نأخذ كل هذه الحباشكالات أريد نكهة الليمون تكون بارزة تمام بالصوص هل ستكون حامضة؟ لا ليش لأنه هل سأخذها ماء لكن نكتشف خمس حبات من الليمون خمس حبات من الليمون خمس حمات من النواة هاي واحدين هاي اقلب البصل هاي هاي اقلب البصل هاي 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 لا تجعلني أفضلها لا تحقل لنا اتيتها هاااا ايه هااا ايها كيف تريد التقليب ايها 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 لا تبعنا اتباعنا انا او اتباع الماء الماء و اضع هذا الوص و انا اخذ هذا الوص كيف مرحبا مراحب عيوني انت شون الصحة رمضان كريم يا أهلا وسهلا رمضان كريم أشكر سلامتكم من البطل يا عوض اشتبخيني اليوم اليوم أنا طابخة مندي دي جاج على طريق تكل بارحة ألف عافية ألف 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 عافية هاي بس بعد ما أجري ما ضغيتها يعني لحد لا تتبلتها شون ما انت تتبلتها أي عاش تيدي قزتش الطريقة الذكية ها أي أي الملح والخب أنا أفطر يقدك ألف عافية الله يخليك تجلال أنا مشكلتي الكليجة الكليجة البارحة تألطها و احترقت ما أعجو ليس ما أحترقت نفسي ما أحطرق حركتها حركتها غربة ليش تخلي النار عالي الحلويات أنا موزيانة يعني بس طبخ لعزيانة ليش خليتي النار عالي المفروض النار تكون أول شيء كليجة بالأخص أن تكون درجة الحرارة بالبداية 100 يكون حامل فرد لا أعرف كيف نستخدم يمكن أن تجعل الصينية ومن تجعل الصينية تجعلها 150 درجة الحرارة إن شاء الله سؤال اليوم انت سألنا ياها اسمك بس اسمك؟ فرقان حيدر من فرقان؟ من بغداد يا أهلاً مسهلاً يا هلبيتش يا فرقان من 1 إلى 24 ما تختارين؟ دعنا نحسب كم واحد واحد، ثنين، ثلاثة ما تجعل؟ ما تجعل؟ ما تجعل؟ ما تجعل؟ ما تجعل؟ 12 أو 12 12 الله يحفظكم يا رب ما شاء الله يلا يا فرقان السؤال رقم 12 كلهم ساكتين كيف؟ كلهم ساكتين يلا خل نسمع واسم من عندهم، لابزم نسمع فتشي يا بصايمين خطيئة إن شاء الله إذا ربحني مبلغ زين يلا إذا ربحته هلهله يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نهلهله إذا مبلغ زين يلا فرقان سؤال يقول ما هو المقدار الموصى به من الماء الذي يجب أن يشربه الشخص البالغ يومياً؟ هل من 2 إلى 3 أكواب؟ أم من 6 إلى 8 أكواب؟ أم من 10 إلى 12 كوب؟ ما هي الخيارات؟ من 2 إلى 3، لا، من 6 إلى 8، لا، من 10 إلى 12 الخيار الثاني؟ الثاني صحيح برابا عليك من 6 إلى 8، يا فرقان يلا يلا، جاهزين تسوون الهوسة؟ أي، إذا عمي بلغ زين يلا، خلا نشوف شنو موجود بصندوق رقم 12، يا فرقان ترا، 250 ألف ألف، ألف مبروك يلا، سكرا، 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 سكرا وين هالهولى، وين؟ يلا، لا، 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 غير هل هو لا أسحب الان يترخص ألف أبروك يا فرقان لا لا ما يخالف تستاهل تستاهل فرقان ألف أبروك صرفوها بالعافية يا رب تحياتنا للأهل كلهم شيف عندك شي قبل نروح الفاصل أسولف وياك تريدني يلا سولف عادي نسولف أنا وأنت؟ أي شو تقول يلا سولف عادي قبل ما أطلع الفاصل حتى نجي نسوي الصلصة هي طبعا كيد راح تكون الصلصة اللي راح أضيفها مع الأكل تمام؟ صلصتنا هذي راح أخليها على النار وأضيف لها اللي هي الليمون طبعا صلصة الليمون أضيفها طبعا كيد شوية من البر بيكيو صلص بس شوفوه هنا شون صارت أنا ماغشكم يا جماعة الخير أطيب صلص راح تاكلوا بحياتكم على صلصة الليمون أضيف شوية البر بيكيو حتى أضطيني هالا شينو النغمة اللي هي المدخنة تمام؟ حلو بعد ما أضيفها للإضافات كل هين أنا راح أحشسه هنا أنا أبلش أحرس بها على راحتي من بينما أحرس عيني على راحتي صينية تخبل من الضع موجودة هنا الصوس مالها جاهز راح أسوي لكم صلطة لكن بعد الفاصل أكيد مشاهدين الكرام راح نروح إلى فاصل قصير جدا جدا وراجعين مرة ثانية لا تبتعدون لأن الأكلوية الشيف خلدون أطيب وأحلى بمحلتنا أحلى بمحلتنا موسيقى 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 حبوب موسيقى إذن أكو حبوب موسيقى بالموضوع أكو موسيقى وأكو موسيقى لا هاي موسيقى رجعنا لكم مرة ثانية أحبة المشاهدين لاستكمال باقي طبختنا لهذا اليوم ويشيف خلدون وبرنامج محلتنا أريد أذكركم بسؤال الحلقة اللي هو مأخوذ من عالم الستوهيبة تلقوه على الفيسبوك السؤال يقول ماذا سيطلب حمادي من صبح الأقرع شنو يطلب حمادي من صبح الأقرع ماذا سيطلب حمادي من صبح الأقرع مأخوذ من مسلسل عالم الستوهيبة الأول بالعراق أكيد رح تفوتون على صفحتنا وتجاوبون على السؤال بعد ما تشوفون الحلقة لأن الجواب موجود من خلال مشاهد الحلقة رح نرجع ويشيف خدوان لا يوجد أسألة بسيطة لا يوجد شوفوا مسلسل مننا وكلها جوائز فوز مننا كلها 200 كلها تربح مننا وتطبخ مننا كلها 250 150 كلها بي 50 كنو 500 مليون 500 مليون لا واليوم شنو واليوم شنو تحية خاصة لك شنو اليوم؟ اليوم سيارة اليوم سيارة لا تحية خاصة للسيارة اليوم سحبة سيارة مشاهدين لازم تدزن اسميسات إذا قد ما تدزون اسميسات فرصكم رح تزداد أكثر حتى تفوزون بالسيارة أنا ما لا علاقة اليوم رح تكون السحبة لأول سيارة من مجموع أربع سيارات على طول شهر رمضان المبارك فأنتو كيفكم بعد سيارة يعني شنو 1550 عافية زينيابة يعني فول عافية طبعا لكيدي الصوص صار جاهز شوفوا لي هذا الصوص هذا الصوص اسمي شنو صوص الليمون بس باع الصوص هذا بس باع الجمال باع 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 شوية باربيكيو من الان ستغير قليل ولكن متفدق قلبك وراء يكون عندك شيء بهذا الجمال الحلو البسيط دوز عالي من الجمال استطيع أن اجعل معجبه بعدين شوية نبسح الوجه لان يا شكل مالته حتى يكون عندك هذا القرش ما نضع من ينطلع نأتي على القرش السلطة أي دوز عالي من قيمة الغذائية هلا 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 جبنة الفيتر جبنة بارميزان دلحها يا عيني كل ما دللتها بالجبنة كل ما هي دلعتك تمام سيكون في عندك هنا خس جرجير سيكون في عندك هنا تشكيلة كاملة من الحبشكرات طبعا اكيد منشوفهم تشكيلة هذه الكاملة يعني سأسوي صلصة هذه الصلصة ستغلف عندك الجرجير وايضا الخس بالاضافة الى ايضا سيكون في عندك شوية من الطماطق كرزيوت واطلع عنا بالمقادير عيوني اطلع عنا بالمقادير يا قلبي ودلعني يا عيني دلعني دلعني يا غاتي دلعني عيوني دلعني المقادير موجودة شيف كافة كتها اكيد المقادير كلها قدامكم كتبوا المقادير على راحتكم على اللي من مهلة اذا هي المقادير مكتوبة دوز من الطماطق الكرزية ودوز من الخس ودوزين من الجبن ودوز من هذا الجبن، اذا ما علم شه جدا اذا كنت عنه اسمها هنه ايه، 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 ايه مثل ما قال وايه، ايه، ودوزة من الليل اقصع الخس الى قطعة صغيرة حسب الرغبة اطلع الخس واخلي لها جرجير يعني ميكس تمام ونجيب الآخر؟ ودوز على من الليل بس يا عيني الخس بس دعوفة بس دعوفة بس دعوفة بس دعوفة خاطر ظروفة اجي اضيف القرقير قرقير زين قرقيري قرقيري باعث سوي تاني اكيد قاطع عليها وانا شيء تهمون ماكو احساس ماعندي احساس يعني غير احساس يعني مثلا تعسل متسنس السنس السنس اللغطة ماكو وسنس اللغطة ماكو انا اكيد لح outset أضيف لها طماطة كيوت هذه ناصحها طماطة الكيوت تزين عيني احسن أطيب طماطية الياد أولها الا module اوكيد اللحن مع العراق 100% المرتبة المرتبة الثانية المرتبة الثانية المكسيك لماذا المرأيكหار عن طماطة المكرتاج للحرارة الطماطئ تحتاج للحرارة يطلع عندك خرافة تدري مرة طاقبوجي ما اسمه فلفل فلفل؟ لا لا مرة طاقبوجي طبعا المصالخ 15 سنة اطبخ ان شاء الله طاقبوجي انا سأأخذ شوية الثوم فص واحد عني تهرس تريد هرس لك لا تهرس ماذا تفعل هنا؟ لا تمد ايدك كل يوم انا سوشي اخذ اتصال تضطي جوائج عف الطبق عليه نأخذ اتصال السلام عليكم السلام عليكم اجمعين يا رب انتو بألف خير منويانا ميثم عبدالعمير من الديواني يا هلب ميثم ويا هلب اهالي الديوانية وراءة الاوسط يا هلب ومرحبا نتشرف بكم يا ميثم نحن نتشرف ميثم متابع محلتنا؟ متابع متحمس حيل متحمس لكم متحمس 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 ميتم إنه ميتم ميتم كل شيء يتمتعمس في ميتم حتى تفوز آه أخي انا حميث بصل هنا كيف؟ أخي انا حميث بصل ومقبلات حفو المقبلات أفوز حتى وأطلع مركز الأول على الشيف اللي هو إياك ما شاء الله تعرف تفل الزيتون؟ أعرف أذا أقول جنوب طهي يعد تشيف يلا يا ميثم اختار من 1 إلى 24 أختار رقم 5 رقم 5 طيب الأسئلة معلتنا كلها فيتامينات وبروتينات وكلها أكل صحي وكلها من هذه الأسوالف إن شاء الله يلا إن شاء الله ميثم السؤال يقول أي من الخيارات التالية يعد مصدرا جيدا للأوميغا 3 للأشخاص النباتيين هل زيت الزيتون أم بذور الكتان أم الزبدة البذور الكتان بذور الكتان إجابة صحيحة يا ميثم أكيد بذور الكتان يلا ميثم صندوق رقم 5 ما تتوقع؟ هتوقع الجائزة قيمة حبيب إن شاء الله إن شاء الله تكون جائزة قيمة إن شاء الله وبجودكم وبجود الأخي الحيف حبيبي حبيبي يا عرّس والله والله عرّس صفاتتكم مستلصة شوان سويتها ميثم حبيبي ألف مبروك ربحتوا إيانا الليرا ذهب يا ميثم ألف ألف مبروك شكرا شكرا ألف ألف مبروك شكرا ألف ألف مبروك شكرا 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 ميثم ممكن تعيدها مرة ثانية حد جمهور اللي يعاد الجمهور ريال مبريد البلبيت آه سلمنا عليهم جميعا تحياتنا لهم كلهم واحد واحد تحياتنا ألف مبروك شكرا ألف ألف مبروك يا ميثم ما عم مقبلات بدربك يلا يا شيف وين وصلنا وين وصلت رأس الشارع ورجعت ماكو تكسيات عندي سيارة وصلك أضيف الصوص مع الماسترد حتى يصبح لديك الصوص جاهز خلينا العشاب إضافة العشاب ستكون أكيد اختيارية وحسب الرغبة يعني بكيفكم بالإضافة إلى شوية الماسترد ممكن تخلو له شوية حامض طبعا هنا أضفت شوية الزيت وأضيفه شوية ماء حتى يكون لديك الصوص هذا يغلب كل المكونات الباقية اللي عندي صاصة اللي عندي اللي تذكرون اللي حمست بها الخضار اللي هي الفلفل والبصل والليمون خليت عليها نفس الصوص حتى تكون عندي صوص الضلوع اللي هو جنكة الليمون أيضا جاهزة بحجة أبلش أخلي هذا الموضوع هنا بهذا الشكل زين عيني وراء أبلش أقلبها تراكدر أقلب أخلط بيدك ما حد يفيدك شوف شوف نخلطها كل أهم شيء شوف نعم طبعا جفوف لا تخاف لا تخاف يعني ريحت الماسترد أو ما يسموها بالعراض هذه أطيب زلاطة ممكن تأكلها في حياتك أكيد أهم ذكية وخفيفة وبسيطة وسهلة وسريعة والأهم من هذا كلنا نكون طيبة جزين عيني شوف نخلي بيها زيتون شوية تعرف شون نكرة ستصير بيها والله أنا خارج الخدمة هيا رح أطلع يلا رح ناخد اتصال ثاني ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم أجمعين يا رب من ويانا بياك عهد نعم عهد عهد نعم عهد عهد تحياتي إليك وجميعك هذا المحبتني وتحياتي مالشي في خلقك عهدك تحياتي مالشي أورد عهد عهد مني أربحك ها عني عهد مني أربحك يلا شلوني والله يعني الفوز مضمون ها مية بالمية اي يلا ان شاء الله من وين عهد من بغداد أبو غريب من بغداد أبو غريب تحياتنا الأهالين بأبو غريب واحد واحد تحيات مالشي زين عهد شنو رأيتش بمحلتنا والله المحلة يعني حلوة وجمعة العائلة العراقية حلو حلو زين اشراحة الطبخون للفطور والله يوم سويت ثمن وضامية وسويت لفات قصد جاد سويتي لو سويته وأنت الطبخين لا عاني كلها عاني اي عافية عاشديدج والله عبوالي انتي متفرجة صراحة بستاكل لا والله عاهد عاشديدج الف عافية يا عهد الله يا عافية يلا عهد من واحد الى اربعة وعشرين من واحد الى اربعة وعشرين يلا نختار ان شاء الله حيروني والله بالبيت يلا رح اختار ان شاء الله ثلاثة رقم ثلاثة وايضا نروح الى رقم ثلاثة اللي هو يمسع دية خلي نشوف السؤال شي يقول يا عهد عهد السؤال يقول ما هو الفيتامين الذي يساعد على امتصاص الحديد ويوجد بكثرة في الفواكه الحمضية سهلة هل فيتامين اي ام فيتامين دي ام فيتامين سي فيتامين سي صحيح اكيد فيتامين سي يا عهد يلا يا عهد الصندوق ثلاثة اشتتوقعين قولين اتوقع اتصال من ابو المالية عشنو خلي نشوف ممكن وممكن تكون جايزة كبيرة همنا يلا يا عهد صندوق رقم ثلاثة مئة الف دينار عراقية عهد الف الف مبروك مقدم من مصرف العراق الأول عهد راح تنزلين الف اي بي التطبيق وتسويين حساب هناك اكيد هذا المبلغ راح ينزل على حسابك بالبنك طبعا بالتليفون راح يكون وايضا موجود بالبنك يلا يا عشيف مبروك اه ها انا اجيك لو اروح عندك شي لو اروح فاصل بس باع للزلاطة يلا بس شوف للزلاطة وشوف لي الضلوع بس شوف لي الضلوع لا بس الريحة فتش اهم شي الريحة ها والطعم يابك طعم بعدين وراح يكون بعدين 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 بس باعه هنا طبعا خليت تيمونة شرائح مم بعدين بس باعه هنا بس باع الجمال هنا بتشوف الموضوع هذا الموضوع اللي جيتاني يحكي علي هو شونه ها الله الله صورة بشرف عصافير عصافير أصافير بس درباك تحترك بسرعة لان ريحة موتتني اذا مشاهدين الكرام سنكملها منها شوية بس بس قبل قبل من اطلع الفاصل بس باوع الموضوع هذا هذا شو السوي له هذا السوي له نزين موهي هنا اي 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 هذا شو السوي له بهالطريق اهالي شيف هاي الحركات ميسير يعني زين عيني يعني تؤدي الى الضعف شوف 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 هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع يلا عيني من بين ما احنا نسويها تفضل انت يلا اذا مشاهدين الكرام راح نكمل وياكم بعد شوية لتبتعدون لان الطبخة كلش مميزة اليوم بعد بقى لنا شغلات ما نسويها راح نسويها بعد الفاصل موسيقى 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 اهلا بالله موسيقى اهلا بالله موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهدي الكرام واخر جزء من برنامج محلتنا ويا الشيف خالدون اكيد سوف تكمل طبخة المالاتنا خلصنا بالضلوع خلصنا صلاة اكيد بقى لنا اعتقد الحلو سوف يكمل الهو لحلو هو الحلو بقى اللي يسوي واخلص الطبخة اللي سويتها اليوم التي هي الضلوع والخذروات والصلاة الذكية أغشك شوف 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 الحركة مثل ما قلت لك العسل دوز عالي من العسل هذا خليه شيء الله ليمون وعسل حاموض حلو عدنا سليفون هنا حاموض حلوة أخوي أنا أسف مو حتى أغلفه وأوديه لا 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 ما صارت هذه صارت عدكم جازة هذه صارت عدكم جازة نجي على الحلويات لهذا اليوم سنسوي اليوم معمول هناك نكية لبنانية عم نعمل معمول معمول حلو الكليتشة اللبنانية هنا رح تطلع عندك بالجوة أكيد المقادير رح تكون سأله وبسيطة ستنسوي لهذا اليوم وصفة سريعة جميلة جدا من المعمول الكليتشة اللبنانية طبعا الكيدي رح يكون بها سميد رح يكون بها زبدة تعتمد اعتماد كامل على هذا النكل اللي هي نكة الزبدة بالإضافة لأيذا رح يكون عندك نار رح يكون في عندك السميد شوية الطحين وشوية حباشكالات كتبوا المقادير حتى تسويها مثل ما أنا رح أسويها لأنها كلش بسيطة سهلة وسريعة سهلة وسريعة سهلة وسريعة خالق صينية بالفرن وصعرة نار وشلتها بيدك طلعتها هنا طلعتها ونسيت ونسيت واني دا قولها كان هنا أساعدك تقول لي شوف شوف الطريقة جيد حلوة حتى ننسى هذه الكليشة يلا مع اللبناني ها أول شغلة جيب السميد تخلي هنا تمام تمام بعد ما نضيف السميد شو سوي هنا تجيب الطحين تخلي هنا طحين بعد ما تخلي طحين تخلي السكر بودر سكر حلوة الدنيا سكر بعد ما تخلي شوية السكر هنا أنا خليتها فستق ون يخلي له فستق بس أنا خلي له فستق بعد لمساتك دوز من الدلال زين عيني بعدين أخلطهم كلهم سوية بهذا الشكل حتى أوزع المكونات بالصحيح عندك خمرة تجيب الخمرة على السريع خليلي شوية خمرة خليلي شوية من البيكنج بودر وخليلي شوية فانيلا تمام نأخذ هذه زبدة خليها بالنص وبعدين دلاحة أكثر تصبح عجينة الله شون عرفت بس شون عرفت شون عرفت بس قل بس آنه ما أنطي ما يتتتتتن ومعلوماتي لا تتسر انا ايضا قليلا قليلا من السر لا تزهر او لا تورد لا تزهر او لا تورد انا اخذهم مثلتهم اريد 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 حبوب المستكا ستكون اختيارية حسب الرغبة ممكن تخلوها او ممكن تخلوها سأجي هنا ابدأ العجينة لحد ما تصير عندك عجينة واحدة كل ما احبت هذا النوع من العجين هذه العجينة ستكون بسيطة سهلة و سريعة هذه بعد ان تعجنوها تركوها تغتاح نص ساعة بس بس عندك بعض سكر وعندك نظفة هذا الزيت انا لم اخذتها زبدة يعني او اختياري تريد تخلي لها زيت او تخلي لها الزبدة انا لم احب اصلا راح اخذي حتى بالورق الزبدة ستطلع عندك تمام تمام بعد ان تعجن العجينة بهذا الشكل تتركها نص ساعة تتركها ترتاح نص ساعة حلوة و خفيفة حلوة العجين حلوة و خفيفة الله شوف 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 منو يانا؟ شوفم تقى ضياء عفوا تقى تقى ضياء تقى يا هلب تقى ماذا تقى؟ زينة عن الحمدلله من وين يا تقى؟ و الله من ورا شاهد خلدون ألي من زينة لأني ما كنت اكتب لم يكن تاخذ قمي فيها طيب الرمضان انه صعب من ورا ها؟ أنا شاعلي ها؟ ما عاليش؟ حتى تطمخ وانا ديو طب اش طبخين لعدة اليوم اش طبخين اليوم طقا طقا اش طبخين اليوم يا راويات والله انتو يا صاد بكارد وشربة وسمى الومراج الأطول لاني اعطي النواكي طبخاتين انتو اي اه اليوم غير مش كده طبخة جوع وطبخ عافية زين طقا من وين من بغداد من بغداد ايه يلا يا توقا من واحد الى اربعة اش رايح رقم اثمعاش رقم اثمعاش رايح اه اربعة وعشرين اربعة وعشرين يلا يا توقا اخر رقم طبعا اليوم اول رقم راح واخر رقم اهم انا راح يروحوا ويتوقا ايه تتوقعين توقا مختارها انا ابل مالية شون ها ان شاء الله ابو المالية اه اه عافوا السؤال اني رحت سواء السواء أي شيء هذه الطلوع أثرت بي هذا يمكنك أن أتخذ هذه الطلوع مرة لدى ما تتخذ في الليلة لا أتخذ قبل أن أتخذ يا عين سواء أي من الأطعمة التالية يعتبر مصدراً جيداً للكاليسيوم بخلاف منتجات الالبان هل السبانخ سبانخ سبانخ او البطاطس ام اللحم البقري السبانخ سبانخ صحيح اجابة صحيحة توقى اجابة صحيحة يلا هسا وقت الصندوق مو ناكي يلا هل تتوقعين ستتوقعين توقى والله ما ادري بانها ما ادري يلا نشوف اربعة وعشرين انت صاله بالمالية ايه ما اعرف ما اعرف انت قلت لي يلا خليننشوفها بالمالية شييري طبعاً دا يقول لك بالبداية الله يساعدك على طبخات الشيف خلدون تمام شكراً تقاد يقول ألف ألف مبروك ربحته إيانا مئة ألف دينار عراقي مقدم من المصرف العراقي الأول تنزلين هذا التطبيق تسوي حسابه هناك وهذا المبلغ راح ينزل عندك أوتوماتيكياً بالأيام القادمة شكراً جزيلاً على اتصالك وألف ألف عافية ألف مبروك ألف مبروك يلا بس باع باع شوف شوف راح أبلش أعملها بهذا الشكل أساعدك شيء شو تساعدني تعرفت لفعتها أنا كوش يعرف لا والله والله تعرفت زين شيف سؤال جديات يعني كل شوجيه يصير نخلي الزيتون بالمعمول كيف الكائدات تريد تسوي خاصة أن يكون مفلس تسوي خاصة بك يعني يعني السكنيشور مالتك أكيد طبعاً راح يكون متوقيع ويلي يابا ويلي طبعاً أكيد هنا مثل ما تشوفون مثل لفت الكبه أول شي شوية لازم يكون عندكم الماء بها الطريقة هذي نجي نبلش ويخلص كل الموضوع لا 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 يابا العد شوفوا هنا بعد ما أخذ الشكل مالتك الزين طبعاً باعه هنا لشوف طبعاً أنا راح أسوي شكل أسوي لي كم محدة وبعدين أشويها وين أشويها بالفرن بعد شكل مالتك يكون عندك بهذا الشكل شوف تقدر تسوي لها شكل بدون ما تستغلون على القوالب تمام نرجع ناخذ الباقيات سنسوي بعد واحدة بس نحن نمسوين قبلها بوقت بس هشوفكم الطريقة بس حتى تقدرون انو تحشوها لازم تسوي بهذا الشكل تمام بعدين تيجي تاخذ الله بعدين تاخذ نفس الشيء بيدك شوية موية وتغلق زين يابا؟ هذا هم يتخلى بالفرن شايف مو؟ طبعاً الفرن شوي وش قد؟ 15 دقيقة درجة حرارة تكون 150 زين سؤال شايف بالنسبة للمعمول همانا راح يطلع هيت شيء مثل مو مقرمش وإنما يتفلش بالإيد لأن عادة هيت شيء يكون هوا راح يتفلش بالإيد هوا راح يتفلش بالإيد يعني انت تيتفلش لا يعني انو كيف؟ لا يعني مشاهدين راح يكون في عدنا صينية حلوة مرتبة من المعمول من بين ما نقرح الصينيين نطلع فاصل خير؟ ما يقول؟ لا لا نحن راح نكمل وياك لا يابر بس اريد اذكر المشاهدين به سؤال الحلقة اللي راح تتم السحبة اليوم ساعة بالدعش سؤال الحلقة يقول ماذا سيطلب حمادي من صبحي الأقرع حمادي ش راح يطلب من صبحي الأقرع هذا المشهد موجود بمسلسل عالم استوهيبة تتابعوه وبالليل راح نسوي السحبة اكيد راح تعرفوني الإجابة لأن إجابة بسيطة جدا هسا راح نروح نسوي سحبة على الشاشة اللي هي تعليق وين القلم التعليق اللي موجودة على اللايف هسا هسا علقوه لأن الجائزة كبيرة جدا مقدمة من برنامج محلتنا واللي هي عبارة عن ليرة ذهب فهسا هسا فوتوا وعلقوا دايشوف تعليق كل شي هوية راح ععد من عشرة إلى صفر أي واحد يعلق آخر واحد هو اللي راح يكون فايز بليرة ذهب عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر جاسم علي الطائد جوالي ألف ألف مبروك جاسم ربحت ويانا ليرة ذهب بتعليق محلتنا وهي الشيف خالدون الجزء الأول شيف وين وصلنا؟ خلصنا خلصنا احنا اذا مشاهدين الكرام أيضا فوتوا على صفحتنا على الفيسبوك و راح تجاوبون على هذا السؤال من خلال متابعتكم بمسلسل عالم الستوهيبة وبالليل لا تنسون راح يكون عدنا لايف وتتعلقون هناك هم منها ويتجائزون راح تكون كل شيء هواي شيف؟ حلوين نجهز اللذي خلصنا بعد دقيقين يتلثق والله رامون تادا بيها اه رامون تادا شوف 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 دوز عالي من الحنان ها؟ باستباع 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 اهي بس هاي بس سلطة بس الظلور خلصت باستباع هذة اكو فقرة مهمة جدا بالمعمول مثل ما قلت لن نشتغل بقوالب مثلا ماردة قوالب ما سوف اقوم باستباع هذه و سوي لهذا الشكل تمام؟ هاي ممكن بالإيد واحدة سويها أو خاشوقة نعملها بهذا الشكل حتى تطلع عندك شكل هاي وانا تروح باي باي للفرن للفرن هاااا نقولها باي اشوفك بعدين بعد نصف ساعة المشتغل يا بأ نحن جاهز هذا لا تقبل غلط 65 مستعش دقيقة هذا المنظر أعجابه ومرة نصف ساعة شوف الجمال لا أفعل شيء دعي هذه الحكونات الأخرى على الطاولة يلا روح أول شيء روح يا سلام يا سلام اليوم الأكل جميل جدا مطبيعي تمام طبعا طبعا شوف الجمال وصرط أيضا خليتها يعشيف قلحها بالفستو الحلبي تدالام روح آه شكوا بعد شكوا بعد كمنا شاهدنا لطيف سأظهر كولا من الثلاجة لأن المائدة لا تساعد بوجود الكوكاكولا شوف تمام خراف بارد. جيد لبعض منكم البعض منكم يريد ان يرغب في ماء process. تعال عليها بكاميرا هذه بس باعة بعاد جميع نرغوك. لم أردت حركة التي أجابت أخرى؟ كافي وحالي ماليلي. حركات دوز 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 نقوم القميل. أتمنى لكم فطور شهي إن شاء الله نشوفكم الساعة إداعش من برنامج محلتنا الجزء الثاني ولا تنسون الجوائس قيمة موجودة هناك وأيضاً راح تكون اليوم السحبة الأولى لسيارات محلتنا اللي هي أربع سيارات لا تنسون تنزون اسميسات على الأرقام اللي راح تضلك قدامكم محل الشاشة وأيضاً موجودة وراي الأرقام حتى تزداد فرصكم بربح بيئة السيارة وأكيد بالملايين وبالذهب طبعاً أكيد مشاهدينا نتمنى اليوم الحلقة كانت خفيفة الضل عليكم ونتمنى أيضاً نتمنى أنه الأطباق هذه عجبتكم لا تنسون الأطباق الذكية دائماً وأيضاً يكون دوز عالي من اللطافة يلا مع السلامة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة